قبل بداية الحلقة بس بدي اقول شغلي انا مبارح نزلت فيديو خطوة بتبينك اصغر من عمرك الحقيقة وكتير وصلني بالكومنت انه لا انت طيب ما بتطبقي هاي دي الخطوة لان انت جي ناصحة وانت بتبيني اكبر من عمرك لاخبركن شغلي انه الكاميرا بتكبر من خمسة من خمسة سنين لعشر سنين والكاميرا ايضا بتنصح بتزيد الوزن من خمسة كيلو لعشرة كيلو واغلب يبدي بيلتقوا فيي بالشخصة بالحياة الحقيقية وبيكونوا بيعرفوني من اليوتيوب او من السوشل نيديا بيقولولي انك بتبيني اصغر وانحف شخصيا فكل اللي علقولي هيدا التعليق للأسف ما زبطت معكم مساء الخير لعل اكبر دليل انه شخص بالرغم من ابتعاده عنك بعده عم بيفكر فيك هو بعض الامور التي تحصل قبل رجوع هذا الشخص وامور تحصل بعد رجوعه نحن حكينا بحلقات سابقة عن علامات بتدل انه الشخص اللي بتحبه واللي هو بعيد عنك بعده عم بيفكر فيك وهي كانت اغلب العلامات اللي اعطيناها هي تكون قبل عودة هذا الشخص لالك اليوم ايضا رح نعطي اضافة للعلامات اللي هي ما قبل عودة هذا الشخص لالك وبعد عودته يعني هو كان بعيد ورجع فكيف بتعرف ايضا من بعد رجوعه انه بالفترة اللي هو كان بعيد عنك كانت شاغل باله وكان عم بيفكر فيك بالحقيقة هنه ثلاث علامات قبل عودة الشخص البعيد لقلك وثلاث علامات تانيين بعد عودته لقلك اول علامة واللي هنه مراجعة سريعة هي انه عم بيرقبك عكل وسائل التواصل بعضه موجود عندك عالفيسبوك عالواتساب عالانستاجرام وغيره من وسائق او حتى الاسناب وبعضه موجود عندك عوسائل التواصل ما حزفك ما عمل لك بلوك ومش بس ما حزفك لانه اوقات شخص ما بيحسفك لانك ما بتعنيله اوقات بالعكس اللي بيعمل بلوك ممكن يكون بتعنيله اكتر من اللي بيخليك وما بيحسفك ولكن النقطة اللي بدي احكي عنا هون انه يراقب يعني 90% من المنشورات والستوريز والحالات اللي بتنزلها برائبة سواء من حسابه الحقيقي او من حسابات وهمية وبالنسبة للحسابات الوهمية رجاء كتير بيوصلني انه بتعد عني او حزفني من حسابه الحقيقي ولكن عم برائبني من حسابات وهمية اولا اذا كنت انت بتعمل هيدا الشي فهالشي مرفوض ابدا يعني بعمرك حتى اذا سبق وغلطت وحزفت شخص او عملت له بلوك بعمرك ما تعمل حساب وهمي وتروح تحكي معه منه او ترقبه منه على اساس انت شخص تاني ان هيدا الشي رح يخلي الشخص الاخر ينظر لك بنقص وبرخص ورح تقلل من قيمتك وكرمتك وايضا تحزير تاني اذا كنت تعتقد انه الشخص عم برائبك من حساب وهمي فيجب ان تتأكد لانه ما بدي تعيش بوهم وان تعتقد اي حساب غريب فاتلى عندك انه خلص هيدا من قبله او هيدا هو لان هون انت بتصير عم بتعيش بالوهم الا اذا كنت اكيد مية بالمية انه هيدا الحساب الوهمي لاله فهنا يختلف الامر النقطة التانية هي حتى اذا كان بعيد عنك او هو اللي بتعد من دون اي سبب ومن دون ما انت تكون غلطت بحقه فدايما بحاول انه يحافظ على صورته حلوة بنظرك يعني مش صورته يعني شكله لا يعني انت نظرتك لاله انه هو انسان منيح وجيد بالرغم من ابتعاده عنك يعني ما بحب انك تنظر له نظرة على انه شخص خائن او وسخ او سيء او غدار دايما بحاول بالرغم من ابتعاده انه يظل يظهر بمظهر لائق قدامك لا لانه الشخص اللي ما بيفكر فيك وما بتهمه اساسا ما بيهتم اذا انت نظرتك لاله تغيرت او اذا انت صرت عم تنظر لاله باحتقار او بقلة احترام بينما الشخص اللي بيفكر فيك واللي بهمه امرك كتير بهمه حتى اذا بتعد عنك انه تضل نظرتك لاله نظرة جيدة وانك ما تكرهه وما تنفر منه النقطة الثالثة هي انه انت لا تزال تفكر بهذا الشخص دائما يعني نحنا حكينا عن شيء اسمه البراسايكولوجي او موراق علم النفس ولكن مش هلق دغري تقوله انه اي شخص انتو عم بتفكره فيه وبتحبه كتير يعني خلص مية بالمية لا بجزء مننا وخصصنا فيديو كامل عن هيدا الموضوع شو العلامات اللي بتدل انه هذا الشخص انت مستمر بالتفكير فيه وبالاشتياق لاله لانه هو ايضا يفكر بك وبيشتاء لالك القسمة الثانية هو لثلاث علامات ليه بتبين بعد رجوع او بعد عودة هيدا الشخص اللي بعيد لالك اول نقطة بتلاحظ انه بيضله متذكر كل التفاصيل الصغيرة اللي انت كنت قيل له عنها او حتى تفاصيلك انت تفاصيلك الشخصية يعني دغري بيلاحظ اذا انت سعيد او حزين او شكلك مغير ملامحك مغيرة نفسيتك شخصيتك مغيرة يعني دغري بيصير بيعطيك ملاحظات وتفاصيل دقيقة او حتى اذا كان صاير حدث قديم بينك وبينه او خبرية معينة انت مخبره هي قبل بعده بتلاحظ انه بعده متذكرها بتفاصيلها وهيدا دليل انه هيدا الشخص بيتذكر كل التفاصيل اللي انت بتخبره اياها وهيدا دليل انه بيفكر فيك بالبعض تاني نقطة كتير مهمة هي انه بعد رجوعه ببرر بيعطيك سبب وتبرير مقنعة لسبب ابتعاده عنك لانه مثل ما حكينا بالنقاط الاولى بتهمه نظرتك لقلو بهمه انك تضلك تحترمه وما تنفر منه لهالسبب بهمه لما يرجع انه يعطيك سبب ويعطيك مبرر لغيابه ولا ابتعاده خاصة اذا انت مكنت غلطت بحقه لا لانه الشخص اللي انت ما بتهمه وما بيفكر فيك ما بيهتم اساسا انه يبرر لك وما بيهتم انه يعطيك اي سبب لانه اصلا هو لا بيفكر فيك ولا بيهتم لامرك النقطة التالتة هي ممكن يسألك او يعلق على بعض الامور او المنشورات لانت كنت تنزلها بفترة ابتعاده عنك يعني ممكن يسألك شفتك لما نزلت صورة بمكان معين وان كان هيدا المكان او شفتك مع شخص معين بالستاري او بالمنشور مين هيدا الشخص يعني بتلاحظ انه عم يستفسر او عم يسأل اسئلة السبب بقول انه الستاريز اللي هي بأماكن جديدة وستاريز السفر ومع اصدقاء ومع معارف هيدا كتير مهمة وجزابة وطبعا حكيت عنها من شي اسبوع تقريبا نزلت فيديو عن هيدا النوع من الستاريز هيدا الشي بيخلي الشخص لما يرجع انه يسألك عن الستاريز الممكن الغريبة او لهو مش عارف وين ها المكان او مش عارف من ها الاصدقاء لانت معهم وبعلق او بيستفسر حول هيدا للستاريز لا لان بكل بساطة هو بفترة البعض كان عم بيفكر فيك وكان ايضا عنده حشرية يعرف شو جديدك وشو النشاطات ولوان عم بتروح ولوان عم تجي وغيرها من الامور بكل بساطة لانه بيهتم بامرك وبيفكر فيك ترجمة نانسي قنقر